هستعرض مع حضركم في حلقتنا النهاردة مقال لدنياتهم رئيس الموساد الاسرائيلي السابق المقال ده تم في صحيفة يديعوت احرانوت الابرية كتبوا قال في الصحيفة دي ماذا يحدث هل تخلى عنا رب موسى وهارون لا افهم ماذا يحدث دبابة مركبة اسرائيلية الصنع فخر الصناعة في تل ابيب والتي تبلغ تكلفتها مئة وسبعون مليون دولار تم محوها من على وجه الارض بقظيفة ار بي جي انا لا اصدق ذلك هل تم تدمير دبابة الحصن الفلازية هذه بقظيفة ار بي جي هل هناك مرة انه عندما اصيبت دباباتنا بهذه القظيفة اهتزت الارض وانفجرت الدبابة وكأنها اصيبت بقنبلة وزنها طن من المخازن انا لا اصدق ذلك ومن يقاتل معهم وهناك اجباح مخيفة تساعدهم على قتل اليهود هل ترقنا رب موسى وهارون وهناك قوة خفية تساعدهم وتحارب معهم منذ السابع من اكتوبر لم يخطؤوا الهدف في هجماتهم علينا في كل انحاء فلسطين وكأنهم لديهم قمر صناعي لسوء الحظ نهاية دولة اسرائيل تقترب حتما والمقال دا اللي نزلوا دانيا توم رئيس الموساد الاسرائيلي السابق في صحيفة يديعوت احرانوت العبرية وكأنهم كده بيتنبأوا بنهايتهم على يد رجال المقاومة ترجمة نانسي قنقر